هذا واجرى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية وشؤون المختربين ايمان الصفضي ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية وشؤون الاوروبية في لاكثنبورغ كازبيا بيتل مباحثات موسعة تناول تطورات الاوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف العضوان الاسرائيلي على غزة وانهاء الكارثة الانسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه وحماية امن المنطقة واستقرارها من خطر توسع الحرب كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشان المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الصديقين اشتركوا في القناة